بسم الله الرحمن الرحيم عزيزيزيزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يصدق الكلام اللي انا بقوله هلحد ممكن يعقل الكلام اللي انا بقوله هلحد لو انا قلتله انا طالع مع حضراتكم على الهوى هو بقول لحضراتكم ان الدوري الانجليزي دوري ضعيف هل ممكن حضراتكم تصدقوا الكلام ده ولا لأ خلوني الاول ابدأ بترتيب الدوري الانجليزي ومعلش استحملوني بس في الحتة دي علشان انا الكلام ده بالنسبالي كلام مهم جدا 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 والكلام ده بيدور خلال هذا الاسبوع ضد مصلحة النادي الاهلي او ضد في الكلام عن اه النادي الاهلي ليفربول بعد مباريات النهاردة او بعد المباريات اللي اتلعبت النهاردة ليفربول في المركز الاول عنده كم نقطة خمسة وخمسين نقطة من كم مباراة من تسعتاشر مباراة ده نادي ليفربول التاني في الدوري الانجليزي الضعيف اللي عايز يقول عليه ضعيف يقول اللي عايز يقول عليه قوي يقول زي ما حضراتكم عايزين لكن طبعا معروف ان الدوري الانجليزي اقوى او من اقوى الدوريات في العالم ليستر سيتي في المركز التاني من عشرين مباراة يعني ليفربول لعب تسعتاشر عنده خمسة وخمسين نقطة ليستر سيتي لعب عشرين مباراة اللي هو في المركز التاني عنده اتنين واربعين نقطة منشستر سيتي في المركز التالت لعب عشرين مباراة وعنده واحد واربعين نقطة يعني لو ليفربول لعب المباراة المؤجلة ليه هيبقى عنده تمانية وخمسين نقطة وفارق ستاشر لو كان لو كسب المباراة المؤجلة فارق ستاشر نقطة عن المركز التاني هل ده معناه ان الدوري الانجليزي دوري ضعيف هل ليستر سيتي ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونيتد وتوتنام وولفر هامبتون وشيفلد يونيتد وكريستال بلس وإيفرتون ونيوكاسل يونيتد وأرسنال وبيرنلي وبرايتون وساوس هامبتون وكل بقية الفرق اللي موجودة كل الفرق دي فرق ضعيفة وانا ليه بس ليه بقولي لحضراتكم الموضوع ده لانه خلال الاسبوع اللي فات أو خلال الفترات اللي فاتت كان كل الكلام عليه اول ما لقوا النادي الاهلي بيكسب تمن مباريات واربعت وعنده 24 نقطة ابتدت الاتجاهات وابتدت المصالح آآ لا لازم نطلع حاجة غلط في الدوري لازم نطلع حاجة غلط في الدوري فإيه اللي يحصل؟ أصلا ده دوري ضعيف عايزين نهمد لعبة النادي الاهلي عايزين نهمد جمهور النادي الاهلي عايزين نهمد مجلس قدارة النادي الاهلي عشان كده أنا بستغرب جدا من الكلام اللي بيتقال في إطار هذا الموضوع والكلام ده مزعج جدا مزعج جدا يعني لأنه لما تيجي تبص على أقوى دوري في العالم اللي هو الدوري طبعا أنا وجه التوظر إن الدوري الانجليزي ده أقوى دوري في العالم تخيلوا حضراتكم لو واحد دلوقت يطلع لحضراتكم وقال لكم الدوري الانجليزي ده دوري ضعيف عشان ليفربول عنده خمسة وخمسين نقطة واللي في المركز التاني عنده اتنين واربعين نقطة طب هو زنب ليفربول إنه هو بيكسب كل المطشط هو زنب الاهلي اللي هو بيكسب كل المطشط هو زنب المقاولين إنه هو التاني وزنب الاتحاد إنه هو التالت هو ده زنب الفرق دي لأ الفرق بتكسب بتاخد نقط بتلعب في دوري قوي دوري فيه اه ومدفوع فيه ملايين ملايين الفلوس لكل اللاعبين اللي متواجدين وكل الإداريين والأجهزة الفنية وكذا 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 فحاجة غريبة جدا الواحد بيسمعها نغمة طلع على خلال الاسبوع اللي فات كله الاسبوع اللي فات كله ناس كلها تقول لك ايه مش الناس كلها طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي يطلع يقول لك ايه اصله ده دوري ضعيف اه اصله الاهلي مش عارف ايه اه احسن الوحشين اذا اه ليفربول احسن الوحشين اه بقية الفرق اللي موجودة في الدوري اه الانجليزي اصله دوري ضعيف الدوري الانجليزي ده لو حضرتك بتاخد بالمنهج اللي انت بتتكلم عنه ده في الدوري المصري يبقى ناخده بقى في الدوري الانجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم نقول عليه اضعف دوري بقى او من اضعف الدوريات اللي موجودة عشان حضرتك بس تبقى نايم مستريح وحاسس كده ان ايه ان الموضوع بالنسبة لك اه اصلا ده دوري ضعيف فمش مهم ما اخده مش مهم ما اخده وخلي الاهلي هو اللي ياخده هم عايزين يقولوا كده هم عايزين يوصلوا ان الناس كلها تتكلم بالشكل ده وفي اطار هذا الموضوع اصلا ده ده خلينا احنا نلعب في اي حتة تانية نلعب في بطولات افريقيا نلعب في بطولات عربية نلعب في البطولات التانية لكن الدوري ده سوى دوري ضعيف تخيلوا حضراتكم هي وصلت لايه وصلت ان انت للأسف الشديد وانا دايما بقول الكلمة دي ان النادي الاهلي اللي عايز يكسب النادي الاهلي يجي يكسبه في ملعبه في الملعب في النجيلة ال 11 ضد 11 وال3 تغييرات اللي بيغيرهم المدير الفني وحضرتك تغير 3 تغييرات يمكن تعمل فرق وتكسب النادي الاهلي بالمناسبة ممكن يحصل اي حاجة في كرة القدم ممكن تحصل لكن ان انت تطلع او عايز تطلع ان الدوري العام المصري ضعيف علشان الاهلي يكسب 8 ماتشات هو ليفربول كسب كم ماتش لعب 19 فاز في 18 مباراة فاز في 18 مباراة اذا هو كل ليفربول احسن الوحشين وليفربول بيلعب كل الفرق ضعيفة هو انت بتقول على نفسك ان انت ضعيف علشان تطلع الدوري اللي لسه فيه اكتر من حوالي 20 اسبوع لسه فيه 20 اسبوع تقريبا ده انت ما تلعبش من عندك غير 10 اسابيع او 11 اسبوع اشتركوا في القناة